اشتركوا في القناة قصة الغلام مختصرة التي اشارت اليها سورة البروج وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود واليوم اقفوا مع بعض الدروس المهمة حول هذه القصة العجيبة اول ما يلفت النظر عندما يذهب الامام يعتمد الطغاة على الطغيان والسحر والشعوثة واليوم كما تلاحظون انتشار السحرة ليس فقط عند الكفار فقط بل حتى عند بعض المسلمين وان كان السحر كفرا والساحر كافر ومن اتى ساحرا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد انتشر السحرة هناك علاقة وطيدة جدا بين ضعف الايمان وانتشار السحرة كلما قوي الايمان ضعف السحرة بل ربما ذهبوا وتبقى حالات وعندما يضعف الايمان ينتشر السحرة لانهم يدعون اشياء يخدعون بها الناس ويحققون لهم بعض مطالبهم هكذا اذا كان في قصة هذا الرجل كان لو ساحر ولما كبر يأتي بخليفة الله بداية اعداد الغلام من هذه الدروس ان الارض لا تخلو من مؤمن بالله جل وعلا ولذلك في هذا الوقت كان هناك راهب يعلم الناس يدعو الناس لكن خفية سر ولذلك اخذ العلماء منها انه في وقت الطغيان والظلم ان يتخفى الناس بايمانه واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ذكر بعض العلماء في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة اي صلوا سرا وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد الهجرة احصوا لي كم يلفظ الاسلام كما في حديث حذيفة قالوا اتخاف علينا يا رسول الله ونحن بين ستمائة والسبعمائة قالي اني اخاف ان تبتلوا قال فابتلين حتى اصبح احدنا لا يصلي الا سرا الصلاة مر بالمؤمة حالات من ذلك وخاصة في الشعية في بلاد الشعية كانوا لا يصلون الا سرا يربونهم سرا لا يمكن لو علموهم لقتلوهم وتكرر هذا المشهد في بعض البلاد المسلمين مع كل اسف فاذا كان هذا الراهب يرب الناس لكن سرا وليك لما علم الغلام وبدأ يعلمه قال لا تدل علي لا تدل علي ان ابتليته لكن لا يؤخذ الغلام امام ما حدث من تعذيب وظلم وتغيان فيعذر الانسان في هذا هنا ايضا مما يؤخذ من هذه الدروس وهي دروس كما قلت عظيمة عند الخوف الانسان على دينه يجوز الكذب او يوري وهو الاولى ولذلك قال لما شكى الغلام للراهب قال لانه في الطريق يذهب الى الراهب وفي الرجوع يذهب الى الراهب فكان يعاقبه الساحر لماذا تأخرت ويعاقبه اهله لماذا تأخرت فدله على طريقه قال اذا ذهبت للراهب للساحر قل اخرني اهلي واذا ذهبت لالقب الاخر للساحر والذي اخره في الحقيقة هو الراهب من ان يتعلم ففي مثل هذه الحالات النادرة حتى ما نوسعها يجوز فيما هذا الامر اذا خاف على هذا الامر هنا الفراسة وخاصة في راسة الراهب هذا الشاب كان يمشي في الطريق يذهب الى الساحر من آن الى الساحر واغلام فتفرس فيه الناس يكون له شأن فناداه وإلا كم يمر في هذا الطريق من الناس ما قال لهم شيء ما ناداهم لكن تفرس في هذا الغلام وفعلا اصبح عند فراسة كما تفرست امرأة فرعون لا تقتله عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا تفرست في موسى عليه السلام وهكذا كان وكما تفرست صاحبة ابنة صاحب مدين في موسى عليه السلام يا ابا تستعجره ان خير من استعجرت القوي الامين وهكذا كان وهو موسى عليه السلام وكذلك تفرس الذي اشترى يوسف عليه السلام وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة اكريم مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكان كما كان هذه فراسة ان في ذلك لعايات للمتوسمين يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نحتاج الى هذه الفراسة اليوم كيف كنت اقول لبعض احبتي في الحلقات مثلا او في المدارس قد يكون هؤلاء الاطفال الذين امامكم يكون احدهم قائد الامة عالما او قائدا او اي تبي فانت لا تتعامل معه كتفل صغير انما تتعامل معه ما قد يكون في المستقبل ان يكون قائدا للم انت ايها الاب انت ايها الام تذرس في اولادك اسأل الله ان يبارك فيهم وان يصلحهم جميعا ولكن حكمة الله قد يكون احدهم قائد كالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قيادته وان لفظوا الصحابة لا يلحقه احد يكون كاحد الامة الاربعة كشيخ الاسلام بن تيمية كمحمد عبدالوهاب كخالد بن الوليد كصلاة الدين قادة للامة محمد الفاتح قادة فهي في راسة وورد في القرآن كما قلت لكم في مواضع عدة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس في صحابته ويسند لكل واحد منهم المهمة التي تليق به المربون من الاباء أو من المعلمين مطالبون بذلك ابتداء حتى يربوا للأمة هذه القيادة التي نحتاج إليها أيضا أن الإنسان يمكن أن يخبر إذا تفرس من أمامه بما هو مقبل عليه وإذا قال الراهب للغلام يهيئه يعده أنك ستبتلى لأنه يعرف أن من سلك هذا الطريق سيبتلى وهكذا قال ورقا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت به خديجة قال يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك قال أم خرجيهم قال نعم فإنه ما جاء أحد بمثني ما جئت بإلا عودي تهيئ له والشافعي رحمه الله رأى رؤية وهو في مصر في الإمام أحمد وأنه سيبتلى فأرسلها له استعدادا لهذا الابتلاء وابتلية فعلا الإمام أحمد في قضية خلق القرآن رحمهم الله جميعا إذن ممكن الإنسان إذا لديه قراء أو أدل أن الإنسان قد يبتلى أن يدله على شيء من ذلك لكن ليس ظنا وليس تخويفا وليس إرهابا لا أما تكون رؤية صادقة أن تكون هناك قراء وشد الناتبلا عن الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل هذا طريق الإفلام ميم حسب الناتو أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون فإذن هنا قال الراهب الغلام أنك ستبتلى وتحقق ذلك فهيئ الغلام من تربية له أنه سيبتلى ليس هذا الدعاء على المغيب لكن سنة جارية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين أخلوا من قبلكم مستتم البأساء والذراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تتركوا حقائق إيمانية من سلك هذا الطريق كطريق الغلام وطريق الراهم وهو طريق الأنبياء لا بد أن يبتلى إذن إخباره بذلك مهمة جدا هنا أيها الأخوة هذا الجليس جليس الملك الذي رد الله بصره على يد هذا الغلام ما تخفى وقال عالجني إنسان ورد بصري قال إن الذي رد بصري هو الله هذه الكلمة مزلزلة الله هل لك رب غيري أول من قرع سمع الملك بهذه الجرأة هو هذا الجليس هنا البطانة الصالحة الخوف من البطانة السيئة التي تداهنوا في دين الله من أجل حطام الدنيا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يبيعون دينهم بعرض من الدنيا وإلا لو صالحا من حول الرؤساء والزعماء والملوك لا صالح الملوك لكن مع كل أسف يحاطون بفئة أحيانا تجد بعض الزعماء يحاطون بفئة على قول الشعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام وهذا خلل كبير جدا أودى بالأمة للمصائب وأوصل بعض الزعماء كما ترون تشاهدون في الأمة إلى الطغيان مع أن عندهم من؟ يسأل حتى رأينا عالم من العلماء يقول لزعيم من الزعماء الذين هلك وثقت وإن كان حيا بجسمه كان يقول له والعياذ بالله إنه لا يسأل عما يفعل أعوذي بالله كيف لا يسأل عما يفعل نعم كان يقول عن زعيم هلك عفوا عن زعيم هلك وانتهى وهو من الزعماء الظلمة الطغاة لا يسأل عما يفعل هذا هو الغش لهؤلاء الزعماء والرؤساء عندما لا يجدون الصادق الناصح من جلسائهم من من يثق فيهم يليس الملك هذا كان صادقا وهو الذي بدأ هذا الانطلاق لهذا الإيمان العظيم الذي تحقق في هذه الأمة ثم تأتي شجاعة الغلام وهو غلام لا يزال اسمه الغلام لأن الأحداث متقاربة سريعة سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى هذا غلام كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم شجاعته عندما نداه الملك ما قال لأنا ما أفعل أنا لأقصر مع أنه له مندوحة في ذلك إلا من أكري وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا يهدد بالقشل وقد قتل قبله جليس الملك استعذبه وهو صابر صادق فثبت هذا الثبات العجيب الذي نواصل مع ثباته بإذن الله ويأتي أيضا دور من الراهب الراهب الذي يقول للغلام لا تدل عليه لكن لما دل عليه ببعض التعذيب والأذى ثبت ثبات الجبال وشق ما بين لحمه وعظمه لم يصدوا عند دين الله لم يتراجع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة ويشق ما بين لحمه وعظمه لا يصدوا عند دين الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فثبت هذا الراهب ثباتا عجيبا كلها مقومات ثبات جلس الملك ثبات الغلام ثبات من ثبات الراهب هذه المقدمات للثبات كانت نتيجتها ثبات الأمة كلها حتى كلهم ثبتوا بعد ذلك وقتلوا جميعا فلما تكون الأعمدة قوية يكون البناء قويا وعندما تكون الأعمدة ضعيفة وهزيرة في أول رياح تقصفها الحديث مع هذه الدرس عظيم نكمل بإذن الله في الدرس القادم في الحلقة القادمة بإذن الله لا تنسوا إخوانكم من الدعاء بالثبات واليقين ممن يبتلى في سبيل الله نسأل الله أن نثبتنا وإياكم على الحق وأن نلقاه وهو راضا عنا كما لقيه هؤلاء على ثبات واضطراد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة